اشتركوا في القناة وعظيم امتنانه على الثقة الملكية بتعين سموه بمنصب أمين عام لمجلس الدفاع الأعلى سائلنا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن جلالته مستنيرا سموه بحكمة جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه وتوجيهاته السديدة لخدمة مقام جلالة الملك المفدى ومملكة البحرين الغالية كما أعرب سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره لجلالة الملك حفظه الله ورعاه على تعين الدكتوراء الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة نائبا للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وعلى تعين الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة رئيسا لجهاز الأمن الاستراتيجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر